وقع مدير الكلية الحربية لواء أشرف سالم زاهر بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت في مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي للعلوم السياسية والاقتصادية يهدف البروتوكول إلى تأهيل طلاب علميا وعمليا من خلال البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة والعمل المشترك لصقل مهارات الطلاب في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق الاستفادة القصوى لكل الجانبين في إطار توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريج كليات الأكاديمية العسكرية المصرية وخاصة لخريج الكلية الحربية للحصول على درجة البكالريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية وقع اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة في مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي للعلوم السياسية والاقتصادية ويهدف البروتوكول إلى تأهيل الطلاب علميا وعمليا من خلال البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة لتحقيق الاستفادة القصوى لكل الجانبين حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الحربية وعدد من مسؤول جامعة القاهرة وعدد من طلبة الكلية الحربية